بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا مدومنا بنجلس مع جليس لازم نعرف الجليس ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه عنه جليس النهاردة ما بيحبوش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا مثل جليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير فرسول الله لما نسأل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنهم بيحبش الجليس ده لأنه بيخلي الناس بعد أو عن بعض وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحبش إنه نستبع بعد عن بعض وصلى الله عليه وسلم عرفنا معيار الأرب من بعض لما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاق اللهم مين يا رسول الله الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون جليس النهاردة بقى ده من الجلساء اللي يموت الألفة في القلوب مش بس ويفككوا المجتمعات مش بس ويزودوا العنف مش بس ويخلي المجتمع متكهرب ويخلي المجتمع عايش في جحيم وعايش في جحيم يمنع الناس من العيش المشترك ويبث فيهم الكراهية إيه ده؟ إيه الجليس السيء ده؟ إيه الجليس اللي زي الشيطان ده؟ اللي يفرق ما بين الناس؟ أهو الجليس دوت اسمه الرفض وشيطانة الآخر إنك تمارس الرفض مع الآخرين وإن انت تشيطنهم يا ما احنا عايشنا مع ناس كتيرة بتشيطن الآخر وبتحسسهم بالرفض ووصلونا إلى الطبقية الدينية في بعض الأحيين ويحسسني كده في الدين بأنه أنا خير منه أنا المتدين وأنت مش متدين شوفنا ده فالرفض من أكتر الحاجات اللي بتكسر في بنيان الإنسان وبتمحوا علاقاته وكتير من الناس تعرضهم للرفض بيحسسهم إنهم مشوهين منبوزين بيحسسهم إنهم مش مكرمين إنهم ناس إلا الناس ما يستحقوش إنهم يكونوا موجودين في قسطنا وممكن يسبب الرفض إليهم معاناة شديدة جدا جدا والمعاناة تستمر إلى في طول حياتهم اللي هم ساعات بيسموها الترومة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا علمنا حاجة مهمة وهي الناس ما بيدخلوش فكرة الرفض في وسطها لكن هي جزء من الرفض المسلم أخو المسلم لا يحقره لأن الرفض نوع من أنواع تحقير الإنسان الرفض نوع من أنواع التقليل من كرامة الإنسان ما ينفعش إن واحد بيتعامل مع واحد يتعامل معه بأنفة يتعامل معه بأرف ده مش مناسب لتكريمه ولقد كرمنا بني آدم ده إنسان مكرم ما ينفعش يتبصله كده ده مش شيء ده مش شيء يقزز منه عشان محدش تسوله نفسه ويفتكر إن الرفض وشيطانة الناس واحتقارهم شيء هاي يعني لازم نفهم كويس الرفض ده ممكن يوصل للناس لإيه بس هل إحنا بنستهون بممارسة الرفض مع الناس ولا بنعمل كده من غير ما ندري أنا السؤال ده في الحقيقة ما بيهمنيش إن أنا أجاوب على فكرة إن أنا بستهون ولا ما بستهونش أنا يهمني حاجة مهمة جدا يهمني إن أنا مأمور بالقبول وإن الرفض مش حقي فبدل ده مش حقي بدل أنا ما أستطيعش إن أنا أخد مال غيري كذلك ما ينفعش أخد نفسي غيري ولا أكثر بخطر غيري عشان كده كم مرة قلت إنك ما تحبش فلان لله في لله ده كلمة خطر قوي قوي وعشان كده بس ألك إنت كم مرة قلت أنا ما بحبش فلان لله في لله وكم مرة شفت حد ومن قبل ما تتكلم حسيت إنك مش مرتاح معاه وقلت تشكله كده أنا مش مرتاح تشكله كده محتل ومخادع وكم مرة قلت على حد عشان عنده رأي مختلف عن رأيك إنه ما بفهمش حاجة طيب وكم مرة بتحس إنك صاحب أخلاق وقيم عن كتير من الناس اللي حواليك واتهمتهم إنهم ما عندهمش أخلاق وما يعرفوش لدين ولا يعرفوا ربنا هل مرة قلت إن فلان ده عامل نفسه لطيف وحبوب وهو من جوه اسود وحقود ومليان كراهية وبوشين ولا عيزوا بالله في ناس كتيرة بتبرر رفضها وشيطانتها للناس بإنهم عارفين بواطنهم عارفين اللي جوه الناس عارفين اللي نفسهم بتشتمل عليه لدرجة إنه هو بيرى بواطن الناس ومع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب علمنا درس مش بس إحنا علم كمان الحب بن الحب موسيقى